موسيقى موسيقى هياكم الله ومشاهدين الكرام بحلقات جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم برنامج اليوم يتكلم عن ثورة تشرين وعن ما يحصل في سوح التظاهر ايضا اي شخص حبيت تصل بينا ارقام البرنامج راح تظهر اسفل الشاشة مكان الخبر العاجل اللي يقول انه اكو تحذيرات من القبعات الزرق لسيطرة على جسر الجمهورية وهذا الشيء تمهيد لاقتحام الجسر من قبل الميليشيات الموالية لايران والقوات الحكومية من اجل قمع ثورة تشرين وهو هذا اللي راح نركز عليه بحلقة اليوم اللي هو القمع اللي لما يطلع عنه شخص او واحد تابع الى اي جهة سياسية ويصف المتظاهرين بشتى انواع الاوصاف ليش خايفين القبعات الزرق اللي هما تابعين الى التيار الصدري ومقتدى الصدر لما يكونون متواجدين في كل مناطق التظاهرات بالناصرية بالحلة بغداد الكوتس وتلقيهم انه هما قاعدين يهددون المتظاهرين ويقولون انه دولا ذيول الامريكا ويقولون انه دولا اتباع الى الولايات المتحدة الامريكية زيانبويا السؤال اللي ينطرح حسا انت تابع المن اذا انت تابع للعراق فما توقع تشوف المتظاهر انه هو تابع الى احد خصوصا اذا تفهم شعاره من يقولك انعال ابو ايران لا ابو امريكا فما اعرف الشون توصف شخص هو دي يسبب امريكا وتوصف شخص هو ضد التدخل الايراني الامريكي وتوصف شخص يريد يرجع سيادة الوطن ويقولك اني ما اريد اي تدخل خارجي لا من الولايات المتحدة الامريكية ولا من ايران ولا من غيرها توصف انه تابع الى جهة هو ما يريدها فيما انت معاقل شعاره يا اما انت قاعد تتغرر خارج المعزوفة يا اما قاعد تطير خارج السرب اول اتصال ويا انا محمد من هولندا حياك الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والكرام انا بس انت خاطب سرايا السلامة اما تكونوا مع رب العالمين اما مع مغتدأ نعم انا لازم انت تخيرون يعني خيار واحد ما اتصال حتى كبيرات اقتصاد ممكن ان موافق انه قرر المتبعه نعم اقتصاد وما اتصال فعما يكونوا مع رب العالمين عز جلال اما مع مغتدأ اي واحدة مغتدأ يعني اشبع اكثر من بابادي لكن العالم يظهر بأي واحدة يعني مغتدأ يعني هو صار قطير قريب شخص يتصرف على غواء على اوامل خامنة ومند عام ايضا وثلاث اخي كلف العراقيين كثير كشار تشرية وماتية وهو عليه دعاوي من قطن خوئي لا تعشقين وهو معروف بتكمنية الافواة وهو معروف شخصية جاهلة ما يتقل لرأي الآخر هذا شيء معروف اما المصلحة ايران وعلى انه حاولي بشكل مثلا انه تبقى ايران جميع شعب اصفط الحكومة وهو شعب اصفحي لا تتكلم لكن الآن الجماعة تيشموهم قطبعات الزر التقرع المتظاهرين يعني المليشيات وفي هذه الدولة اتنى قطبهم متظاهرين وهو متقلب مختلفة من داخل دولة امريكان كان يغرب المتلوس على أساس صفق البحثيين ويأخذ راتب من خامن ايه اصفق البحثيين والحاند والآندي بس اصفق العراقيين وحاولي تشال السور فان شاء الله احنا ما نقابل من قطبعات الزر انا شعب يعشق الشهالة فهذهلة مقتدحة ما نقابل من قطبعات الزر الشعب يستيشم صدور عاري ما نقابل من قطبعات وشعبنا مسالم يدري عصلي مثل ما ست عصلي وحارب لكن احنا عندك لا ممكنكم جهد قتل نا وشكرا لك شكرا لك ابو فيصل من السعودية حياك الله عبدالله السلام عليك عليكم السلام والرحمة والإكرام الله يا أحوال تحرية لكم وتحرية للقناة والتحرية للشعب العراق والتحرية للشعب العراق والتحرية للقناة بالنسبة بالنسبة لما هزرت هذا تغيير الوجوه هذه لن تغير شيء والشعب العراق المصمم لا يداد هو لا يداد حكومة بالعراق هو لا يداد حكومة هي بلدجية الصدر متغيبة وغم ولا يداد دولة الشعب العراقي جادم على إرجاع العراق دولة محترم لابد من ثورة مواصلة ونحيي تغيير واعتزاج للشعب العراقي ونعلم التضامن الكامل مع الشعب العراقي والثورة آت إن شاء الله بالنصر إن شاء الله قريب بالنصر وتسقط هذه الأحزاب والميليسيات والإجرامية وتحية لك حياك الله مشاهدين الكرام يعني القبعات الزرق اللي سووا اليوم كثير وأكو فيديوهات كثيرة لكن خلونا نشوف أصحاب القبعات الزرق اليوم بالحلة بمحافظة بابل اللي شسواوا تابعوا يا أيا حياكم الله يعني اللي شفتوا الفيديو اللي طلع قبله شوية هم أصحاب القبعات الزرق والكل يعرف أصحاب القبعات الزرق المن يتابعون ومنه آمر مالتهم أو منه قائدهم أو منه زعيمهم لكن لما تشوفه هو قدام المتظاهرين ويتعامل بهاي الطريقة هكو فيديوهات أطلاق رصاص حي بالنجف وبالناصرية وبواسط وبأهوائي أماكن لكن السؤال الأهم أنت قاعد تضرب منه زين السؤال اللي انطرح إلى مقتدى اللي هو يتزعم هؤلاء خيط عندك 56 نائب و 6 وزراء وموجود بالحكومة العراقية من 2003 إلى اليوم قبل ما تبدي بضرب المتظاهرين والشعب العراقي اللي داي طالبوا بسيادة هذا الوطن ضد الوجود الأمريكي والإيراني روح طلع السفير الأمريكي إذا تقدر روح إلغي الاتفاقيات الأمريكية العراقية إذا تقدر وروح وقف المساعدات لو ما تقدروا أنتعيشون بدون المساعدات وروح وقف السلاح الأمريكي اللي قاعدين دا تقاتلون به وروح وقف الغطاء الأمريكي جو اللي قاتلتوا تحت سقفه سنين طويلة في حربكم المزعومة ضد تنظيم الدولة اللي دمرتوا بها ست محافظات أبو علي من وسط حياك الله السلام عليكم السلام ورحمة تحية لشهر الرافدين رافدين ومجموعة من القنوات في قنوات وإذاعات الشعب نعم لأنها تنقل معاناة الشعب واجبنا واجبنا أبو علي الله يبارك بيكم وانتموه مثل بعض القنوات اللي تبتز الشخصيات ونحن مليد نسمي لكن كمة الحق تقال ومعني أنا أحسوياكم لا أنا بأسف أكثر من المناثلة سارح لنكون واقعيين جدا اليوم في واحد اثنين طلعت نتيجة الصفقة الأمريكية الإيرانية نعم راسم سليماني مقابل بطاء العراق بحضر الإيران من التصد الموقف اللي يريد يسوي نفسه السيد القائد يقلد خامنعي واللي يريد يسوي نفسه قائد المقامة يقلد حسن نصر الله ويريد يصير القائد الضرورة ويقلد صدام حسين اللي هو مقتدى الصدر مقتدى الصدر الآن هو أول من يصنع الميليشيات في العراق ميليشيات جيش المهدي وبعدين طلعت من أحدها الأفرع القدرة الموجودة حاليا مقتدى الصدر طبعا هو لا دار السياسة ولا يفهم اليوم اللي يعني يدخل للسياسة خليتحمل الحشي نحن موضة مقتدى شخصية بس وضع اللي يتقدم ويبارس السياسة والرجل ما يتهم بالسياسة هذا يكون صريعين جيش أنت شاركت بوزارة ونهبت وخذيت وأكلت وبعدين متألوا شنو سويتوا أنت من تطلع مظاهرات اللي أنت بثميها مليونية وبعدين شنو اللي حفرت أنت السوار اللي طلعوا من واحد تشريد لحد الآن هم سووا أفضل ما ما سويت أنت نعم 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 وكل يدري أنه هو رجل كان لأنه تابع كل التغريضات اللي يدري وإنه عنده اسم السعر صار شعرات ومش ما هذا كل هم متناقبات سوعة مع الشعب والسعر والسعر هم من الدولة هل هم جيش هل هم شرطة هل هم شنو يعني زي شنو ينزلون للساحة ويحندهم أفلحة لماذا الحكومة متحتي مبارك شام الثالثة الثالثة ليس الشرطة ما تنزل للشارع شنو معناها هذا معناها كتوافة هو من اليوم الصفقة تمت جابه محمد توفيق على لاو سيد رئيس وزراء قال أنا أتعهدكم بالمضاهين أنا أرجحهم يا بش وأترجحهم أرجحهم بالقوة وما حد حتها لا حكومة لا رئيس جمهوري يحتي ولا قضاء يحتي صفقات وسرقات هذه كلها راحة راحة وزراء وزراء وطور العلم على لاو راح يتم للمدة هذه كلها ما راح فيه انتخابات مبكرة مثل ما قال هو لأن حد القانون اللي يسوه مو صحيح ولحد الآن ما موجود فلذلك مقتدى هو قان العراق كذاب وأنا أتحمل مسؤولي وأنتكلم كرجل سياسي نوضد إبن فلان هو يصير مثل أبوه بس ما يقدر يصير لأن أبوه انقطع قدر صدام هو خددية أبوه فرجل مقتدى رجل كابد رجل أوصل العراق إلى الكهلكة وهذه نتيجة الطفقة لكن يقول أنا وجهت إلى مقتدى أبوه سرى وارضة وعد عشرة حتى أرجعتهم والله العظيم سيطلعونك بسحرونك بالشالح وبالقانون وغير القانون لأنهم شباب العراق وأنا أشكرك شكرا شكرا لك أبو علي من الكويت فاطمة حياتي الله يا فاطمة فاطمة معك السلام عليكم ونعم منك ومن أهالي الكويت وشعبنا بالكويت أهلا بيك أنا أنا بتكلم أقول السدر أنا ما سمعت السدر بالعراق منين السدر يا الدنيا تمشي ورا السدر من لعنة الله عليكم من عشائر من لعنة الله عليكم من عشائر من لعنة الله عليكم من عشائر منين السدر قضى الشباب الشباب قضى منين الشام منين السدر هذا مدينة السدر وهذا ماستشوه شاو السدر سدر غمي إيراني يلعراق إيراني إيراني استدر افهمهو منين هاتفعة القبعة منين طلعوا قضوا الشباب نقضوا نظم الشباب سنعملين هذا الكلب من الكلب لنعى الابوه لا 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 ست فاطمة رجاعا رجاعا يعني احنا برنامج تشوف كل العوائل وبنساء وبنات وشباب ما نقبل يعني انهن نتجاوز على اي شخص ان كانت ويا ان كانت ضدنا ان كانت ويا الشعب ان كانت ضد الشعب ان كانت سيء ان كانت زينة احنا ما نقبل بالتجاوز على اي شخص شكرا شكرا جزيلا اخد فاطمة ابو محمد من بغداد حياك الله ابو محمد عليكم السلام والرحمة والاكرام الحمد لله والشكر الشعب العراقي ينادي صار خمسة شهر ينادي الطرف الثالث والطرف الثالث نعم طرف الثالث ظهر للحقيقة قد دعمكم اللي هو القبعات الزرق هو الطرف الثالث هذا مو هو يعني رب العالمين وضعها للشعب العراقي لان ما احد وضعها لا حكومة ولا ميليشيات ولا الامريكان رب العالمين اماه وخلو الله جماعة يلبسون القبعات الزرق حتى على مو يوضح للشعب العراقي بانه هو المجرم هو القاتل ساع ضد المظاهرين ساعوي المظاهرين ساعشير الخيمات ساعرج الخيمات مثل اول بداية بداية الاحتلال ساعوي المقاومة ساع ضد المقاومة فد واحد هذا جابت امريكا وخلطت يلعب على الشعب العراقي وماك واحد يتبعها سبس العرابانشي والجاهل يتبع لانه هو حتى حكي ما يعرفهشي اصلا هو حكي ما يعرفهشي لا يعني دارس اللغة العربية لا دارس لغة القرآن ما يعرفهشي يعني حرامات واحد يمشي وراء واحد ما يعرفهشي اخي هذول هم اللي دفعوا المتظاهرين صار خمسة شهور خلص قتيل برقبة مقتدى الصدر هو اللي كتلهم واقترهم من مدينتين هو اللي يستحي يخجل اقترهم اللي سقطوا من مدينة الصدر بس ما يستحي ما عنده دره من الحياة بس اريد من الشعب العراقي انه 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 يكسر رأسه ويصحاره بالشعارة نعم واشكر كمان شكرا شكرا لك طبعا جماعة القبعات الزرق حتى نفهم هم مشير دون عندنا هذا الفيديو سمعوا كل جزيان جاهز جاهز والله وداعتك جاهزين جاهز موجد جاهز والله ان شاء الله وان شاء الله منصوريه بقوة الله فليطلعون جماعة زيقاء جماعة تفلان جماعة تعلان جماعة تعلان خليهم ان شاء الله ان شاء الله اخواني ذيول ذيول امريكا سوف تطفر احسل لها والإمام على انصحه نصيحة لالله عبي عبي حجص الله عبي غريبا انذا دعال تجمع قرب جامع الحسن العسكري العسكري أدوات المطلوبة كاسكيتا عدد واحد بوري طول متر وربع أو توثية هذا تفكيرهم ذيول أميركي هو يهتفضها ماذا عفتهم لو أحلى أحلى ما بالفيديو يقول لك أدوات التجمع هي كاسكيتا عدد واحد وقلها زرق زين و توثية أو بوري معرف أحمد من الدنيماركو يا نحياك الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام أولا تحياتي لكم وتحياتي لقناتكم الكريمة ولمستمعين تحياتي والدوم أخويا العزيز أحب أذكر أذكر لكم قصة غير كل شيء أثرت فيها نعم نفس الثاني يعني بالليل بعد ما صار قضية الدخول إلى الجبل البحض اتصلت بالشباب هناك وواحد من الشباب اللي عرفه كل زين هناك وقلت لأبني دا نسمع هالشي هذا أقولي شيء فعلا أنه اقتحموا عليكم قال لي والله عمو اقتحموا علينا وشمر واحد من الطابق التاسع وقع صار شهيد نعم صحيح يا أخي أنا ما أكتر أفتهم أكو عراقي عنده زرة أخلاق عنده زرة وطنية يقدر يسوي هالشي هذا أنا هذه حقيقة ما أفتهم بعدين مرة يصير ويا مرة يصير ضد هذا الإنسان أنا ما أفتهم شون قطيع كامل قاعد يتبعث يمشي ورا أنا أقصد به الصدر نعم مقتضى صدر ذولم ما بيهم ناس مثقفين ما بيهم ناس عدوا شوية عقل يفكرون البارحة طلعت على فيديو من الإنسان من أسباع السيد الصدر داي يقول داي يقول أنا ملعبت وآني بدأ يطلع على حقيقتها وآني أتبرى منه زين أنا السؤال اللي أطلعها بداخلي شن واحد من هذولا صاروا دخلوا بنيتش موقف آم القضية كلش مؤذنة الثوار لا يزالون بساعة التحرير وهذا شي برد قلبي حقيقة وآملنا الآن الآملنا بجماعة الناصرية لأنه دولة فعلا فعلا أثبتوا أنه هم تاج للعراق هم تاج فوبوس نعم نعم يعني الصرار هم شي لا يفضّق حرقوا لهم حرقوا لهم خيام مالاتهم راحوا بنو طيب غرف يعني فش شي لا يفضّق حقيقة نعم نعم بس أرجو من كل الناس كل العراقين الشرفاء فقط فقط الشرفاء فقط أنه ميئسوا من هذه العملية الثوارة مجتمرة طيب أخي أحمد أنا أنا ما المساعدة هذول الشباب نعم أنه هذول يحتاجون مساعدة يريدون ناس توقفوا إياهم نعم أتمنى سامحني أخي أحمد لكن عندي عندي كثير من الاتصالات تنتظرني أشكرك جزيل الشكر لانضمامك برنامج صوتكم من كاركوك أبو علاء حياك الله يا أبو علاء مساء الخير مساء الأنوار ألف ألف هلأ بقناة الرافدين البطلة الشجاحة حياك الله نشكركم ونشكر جهودكم لا شكر على واجب أخوي مع الأسف مع الأسف مع الأسف هذا مقتدى مقتدى الغدر ممقتدى الصدر مقتدى الغدر شخصية مهجوزة يوميا يلعب على حبل يعني الرجل لازم يكون عنده موقف واحد إما عراقي أو إيراني اليوم أثبت هو أنه فرخ وخادم إيراني ما شكر نعم شكرا شكرا إلك أبو علاء مهى من محافظة صلاح الدين حياة الله أخذ مهى السلام عليكم أخي عليكم السلام الرحمة والإكرام أخي أنا بس أريد أبصل يعني صوتي للمتظاهرين التفضل الجرفاء اللي قال تحملوا البرد والمطاح لألقى الأشتاء نعم إنه يرسل يرسل ولي يدخلون العتو بيناتهم إحنا جرى علينا ما جرى إنه خمس سنين وبلحة الآن ما راجعين يعني ما عادر شون شوى الصف وقعدين ينربش عليهم بل يموت نعم وجاء يتوفهم ما يضربونهم بالدخانية اللي أنتوا وطلعتوها اليوم نعم يا أخوتي أنتوا كلكم أخوة يعني بس ترسلونا الصفوف وهذه القبعات الزرق إن شاء الله إن شاء الله ما تتفردكم إن شاء الله نعم وندعو لهم إن شاء الله بس سلامة وبلغ الإطمئنان وشكرا شكرا شكرا أخوة مها طبعا يعني أحمد من الدنيمارك ذكر قضية دخول المتظاهرين عفوا أصحاب القبعات الزرق إلى المطعم التركي ورميهم إلى متظاهر واستشهادة من أعلى مبنى المطعم التركي لكن يعني هي مبكية لما لما تشوف إنه هؤلاء لما قاعدين يواجهون الشعب العراقي ويطلع لنا ممثل صاعد فوق إحنا وين دا يصور إحنا فوق المطعم التركي بالطابق الأخير شوفو إحنا أخذنا يا أخوية بسر دا أسألك سؤال واحد أنتو تصرتوا عليما على الشعب قمعتوا الشعب كسرتوا أحلام الشعب هديتوا آمال الشعب شباب لا لاقي لقمة ولا لاقي تعيين ولا لاقي حياة ولا لاقي هوية ولا لاقي بلد صالح للعيش ولا لاقي تربية ولا زراعة ولا صناعة ولا إش بهذا البلد بسبب سياساتكم أنتو جاي أنت تقمع بهاي الطريقة والطامة الكبرى يطلع لك نائب عن التيار الصدري علي اللامي يقول أنه تبرير عمليات القمع التي تقوم بها الميليشيا السراية ضد المتظاهرين أنه تحالف سائرون التابع لمقتدى الصدر أنه أغلب المطالب تحققت هذا الكلام قال علي اللامي يقول أنه أغلب مطالب المتظاهرين تحققت خصوصا تشكيل حكومة جديدة وأقرار قانون انتخابات زيان والغاء المحاصصة اللي مبنيها عليها الحكومة زيان وعدم وجود واحد وعدم تسنم شخص موجود من 2003 إلى اليوم إلى منصب رئاسي وزراء وجبت لهم عمد توفيق على اللاوي زيان عدم تدخل إيران وأمريكا يا مطالب التحققت لها حتى تجي تضحك على الناس هذا السؤال أوجه للناس علي اللامي يقول مطالب الشعب ومطالب المتظاهرين تحققت فلازم التيار الصدري يقمع حسب كلامه أم أزهار من بغداد يا أنا حياتي الله السلام عليكم عليكم السلام الرحمة ولك أكرم حييك وحييهاي القناة العظيمة وعامل ليها حياتي الله أنا أسأل أسأل سؤال أقول من هو مقتدى الصدر وهذا إنسان هذا هذا إنسان لا يعص يقرأ ولا يعص يكتب وهذا إنسان إيراني إيراني واللي هذال أهل القبعة القبعة الزرقاء هم من تبعيثه إيرانيين طبعا وهو لا عنده أخلاق ولا مسلم بس مع الأسف لابسها العمامة ويوم يدعي بالدين ويوم يدعي بالإسلام ويوم يصلي ويوم هو باري منهم كل الإسلام وكل الدين المسلم ما يقتل هو إذا هو إنسان فعلا أو المرة كان يحمي المتظاهرين هو إذا إنسان فعلا ما يقتل المتظاهرين لأنهم هم عراقيين هو إيراني ماكو ماكو واحد عراقي يقتل عراقي إلا التبعية الإيرانية ذيول ما الإيران وهذه الحكومة الإيرانية التبعية من 2003 إلى هسه تتحكم بهذا البلد وتتقتلها الشباب هاي كلها وإذا لا يحكي يقول انطناكم انطناكم كل حقوق ما هي الحقوق إلا من انطوا جابوا واحد حرامي واحد محكم سبع سنوات سبع سنوات محكم وشو ماحد ماحد هسه حكمه جاي هسه يحكم البلد جاي إرضاء للمقتدى صدر وهذه العامر والبقية العصابات السياسيين هي ملدة يحكم هذا البلد غير العصابات الموجودة هنا لكن هاي الشباب هاي الشباب الله يخفظهم منفظ طول ما هم هذول دي أدوهم بس رب العالمين هو نحافظ لهم وهم رح ينصرون هذا البلد وهم رح يطيحون حظ هذول السفل اللي دي يكتلون هالشباب الحلوى وأنا أشكرك شكرا شكرا للمشاهدة أم أزهار مشاهدينك رام برنامج صوتكم متواصل فاصلك سير ونرجع لكم سلام عليكم المن الناشي المن نحشي ويا من نسولف ويا من نحشي عافتنا الوادم عافتنا العالم كلنا عافنا مو معقول وقفونا أمم المتحدة المنظمات وقفوا للشعب الشعب مات معافلاتنا كنا قتلوها شباب نحسقناها شهداء دماء الطينة ضحانة صار أربعة شر قتلونا قتلونا والحسين قتلونا لقدمرونا ذول من يقفونا الله واقفونا ونحب الله وعافونا يا منظمات مجتمع مدني المن نخاطر المن نحجي شبابنا راحت قتل قناصين فضائيات حدوب فلوس حدوب ما حدنا غير الله بهذا العالم بس هذا العالم حدنا وهي الشباب قتلتونا خلص شعب الحرقة كلنا خلص اللي اغضونا هم رواسكم من اغضونا لك راح نموت اللي حدونا لك ماتت الوادي بالشباب هذا صغير ذنب الشياب المرأ كل الوادي مجاة تغلص رسالة لكم هاي بروسكم هم رواسكم خلصونا رسالة مواطن متظاهر محروق قلب على هالبلد وعلى الشباب اللي قاعدة تروح هدر الشباب بعمر الورود اللي هم عامود ثورة تشرين هم الشباب قاعدين يرحون وينقتلون وينشمرون من من بنايات نتيجة شنو انه اكو واحد يتبع دولة هاي الدولة عدا هم مشكلة وها دولة ثانية وهالدولتين قاعدين يتعاركون بهالبلد هذا باقوا خيراته باقوا فلوسه ضحكت ايران على العقوبات الامريكية عن طريق العراق وفلوس العراق ونفط العراق وخيرات العراق سروات العراق كلها طلعت بره وما حد يندل هوين ميزانيات العراق الانفجارية الف مليار دولار اللي تبني مو بس العراق تبني العراق عشر مرات احسن من دبي ومن غيرها ميت مرة وحال العراق مثل ما تشوفو اليوم لا كهرباء لا مي صالح للشرب لا الدراتب لا عنده تعيين لا عنده حياة لا عنده زراعة لا عنده صناعة كل شي ما عنده انترنت ضعيف ها وما شاء الله العراق دخل ضمن مجموعة الدول اللي اكثر الدول تقطع الانترنت على الشعب وسوء خدمة الانترنت ها وحدة من المساوأ اللي دخلها العراق بالألفين وعشرين ابو حسين من الرمادي ويا أنا حياك الله ابو حسين ابو حسين تسمعني ابو حسين يبدو انه انقطع الاتصال اتمنى ابو حسين يرجع يتصل بينا مرة ثانية عندي منذي قار من الناصرية ابو ايمان حياك الله يا ابو ايمان نشرف بيك ألو ألو تفضل أخوي انتعال هو أسمعك السلام عليكم السلام عليكم السلام والرحمة والإكرام قناة الراف نشرف بيكم قناة الراف كل الشرف إلنا بيكم أنتو أخوي العزيز تفضل نشرف بسم الله الرحمن الرحيم يمكنون ويمكن الله والله خير الماء كريم نعم المضاهرات اللي بدأت من واحد عشرة بدأت مضاهرات سلمية ونقية وما بها أي شوائب وما بها أي شرادم وبعدين بدأت الشرادم وبدأت التسويف والمماطلات من دول اقليمية واللي هي ايران العفنة اللي دمرت الشعب العراقي ايران تطلب تطلب زار وتطلب الشعب العراقي بخصوصها بالخاصة تسار لأنه الشعب العراقي شعب هساب أكبر دولة وخامس دولة بالعالم وأنه بتاريخ كلش عريق وهي هات مننا يذلون لا والله ما ننزل لا والله ما ننزل ونبقى احنا ونبقى احنا صامدين سلمين حتى تحقيق النصر بعونا الله وهذه القناة الراقية هي مسرابطة ودوالدة بكل سوح الوغة الشرف بها القناة القناة الراق الراق تحمل وتنقل الحدث في 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 حين ابو ايمان هاي الشهادة هاي الشهادة من الشعب العراقي اللي احنا موجودين لخدمة هذا الشعب هي وسام نحط على صدورنا واحنا اللي اللي اعلنا الشرف بكم بخدمتكم انتم الوسام انتم انتم التقنون الحقيقة انتم التقنون الحقيقة انتم نقلة في الحقيقة انتم سلم لا شكر على واجب هذا واجبنا شكرا 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 بس قبل ما اخذ هذا الاتصال عندي تنويه عندي كثير من السادة المشاهدين قاعدين دا يتصلون على رقم الواتساب رقم الواتساب ما اقدر استقبل بأي اتصال هذا الرقم اللي ظهر حاليا اسفل الشاشة هذا فقط للرسائل يعني تكتبوا لي رسالة اتمنى تكون متبوعة باسمكم لكن اكو رقمين اخرين دا يظهرنا اسفل الشاشة بدل هذا الرقم اللي ظهر حاليا اتصلونا على ذنيتش الارقام على ذني الارقام اللي ظهرنا نهسه لانه الواتساب ما اقدر استقبل بأي اتصال اعتذر منكم شديد الاعتذار مشاهدين الكرام ام عبدالله من بغداد حياتي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام والرحمة والإكرام سحية لحضرتك الى قناتكم الشريف وإلى كل الاراق الشريف حياتي مقتدى الصدر وصل الاراق الى حرب اهلية فالوضع خطير جدا لانه يقولك انه المتظاهر يعني ابقى سلمية سلمية انقتل واندبح واندف من من طوابق البناء واني ساكت انه ادافع عن نفسي يعني وصل مقتدى والحكومة الحرامية الى حرب اهلية يعني لانه امريكا هي اللي رادت هذا كانت اول قالت حرب شيعية سنية وبالفعل صاروا انه قضوا عن المقاومة السنية الانسا بدت شيعية شيعية ترى والوضع خطير جدا لانه ترى ما يتحمل الاراق اكثر من هذا ما بقى لانه وصل ل 16 سنة مقتدى صدر هو وضع يدي جايش كبير بعد اخذي نفس الشرطة والجيش العراقي زي الجيش العراقي وين نشوف هاي المشكلة والازمة التي يعيشها العراقيين احنا احنا رح نبقى على الحكومة الحكومات الحرامية اللي يعني اللي سلبت كل كل بادات من امريكا ودول اوروبا لان دول اوروبا مطريب انه المنطقة تشتقر خاصة برطانية على اثر المؤتمر اللي سوته بالسرعينات استاذ انه يبقى المنطقة لازم تبقى ضعيفة ويقضى على كل مقاومة لانه اذا هو العراق او الدول العربية رح يأثر على بصالح الدول الاجنبية وخاصة امريكا وبعدين فرنسا لكن فرنسا هي اللي جابت لنا الموقتة هو خميني من جابته كان عده جابته الى العراق وبعد ادوح الى ايران هاي المشكلة مشكلة الدول الاوروبية وامريكا هي اللي صنعت هذا الوضع اللي موجود السيء في العراق لهذا نقطة واحدة اشتاد ادامي للشعب العراقي ويكونوا يد واحدة بدعي الهكومة ضد امريكا ضد ايران ترمزكم مننا قائمة تحياتي لك شكرا شكرا ام عبدالله وعندي اتصال عفوا يعني آسف ابو محمد من بغداد حياك الله ابو محمد وياك وياك تفضلي تفضل تفضل اخويا عزيز السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام بني المقتدد اللي سمونا مقتدد غزر معكو مهم وياك وياك اخويا اتعال هوا تفضل ايه طبعا هذا هو اللي دمر العراق من بغداد حد البصرة ساعة قبعات بيض ساعة قبعات صفر ساعة قبعات حمر يعني احنا ما بدنا شيء فهذا شك وشيء يصدر يعني من قتل من ارهاب من سليم من من نهيب هو هذا كله بغداد صدر هلو ايه وياك اخويا اسمعلي وياك اخويا العزيز تفضل هذا كل يعني كل الشغلات كلها من تحت رأسه وهو والآن طبعا هو اللي سوي يعني يعني ما اقو اي شيء الى هو يصدر من عند كل المعيد هو هذا هو هسه طبعا جاي يلعب بالساحة العراقية هو نفسه بعد ماكي بعد غيره هو هذا هو هذي والماتل نعم ايه هو جاب السويشين يجاب جاب هذا جاب على اللاوي وجاب على الطاح هذا المحزاب هو هذي يا اخي نعم شكرا شكرا اليك ابو محمد عدنا مقتطف قبل ما يدركني الوقت مقتطف اخير خلونا نتابعه م福 Len Ihre قوة نحاء طلال يبلغ نوع و هذي فقد قوة نحاء السويشين اشتركوا في القناة هذه كانت ردود المتظاهرين بقضاء الشطرة على ادعاءات ان الشعب العراقي قبل بترشيح محمد توفيق علاوي طبعا لو تشوفون الشعب العراقي اليوم ما قبل بهذا الترشيح لكن اكو جهة تريد تحاول تروج ان الشعب العراقي قبل اللي هم اصحاب الكاسكيتات الزرق واللي هم تابعين للتيار الصدري اللي طبوا الى المطعم التركي ونزلوا اللافتات لانه يبدو انه اللافتات اللي كانت موجودة تخوفهم لكن السؤال اللي نطرحه انه سائرون يقول انه احنا حققنا طموحات الشعب جبنا حكومة جديدة وسوينا قانون الانتخابات ببعض المشاكل حسب الدعاء عندي اتصال معلي من السويد شنو رأيك بهذا موضوع السلام عليكم عليكم السلام الرحمة والإكرام الله يبارك بيكم ان شاء الله يبارك الله اول شيء الله انا بس اقول كلمة الله لا يوفق وسميته ابو رغال هذا الصدر ابو رغال الكذاب اللي كل شوية يتقلب شكل حتى انا قبل يومين شبت ناشط بالتحرير بالتلفزيون فرحان يقول شوفوا اخوتنا جاوي حيصيرون ويانا وبت فرحان كل شفرحان وثاني يوم واني نفس اليوم والله عظيم على الفيسبوك كتبت لهم ديروا بالكم وبالفعل انا بس اقول هذا الابو رغال اش ناطي الدولة اللي يرمي من فوق هذا الشنو شناطي شنو مأملهم هاي وحدة الشغلة الثانية لو دولة هاي الغابة غابة اللي بيها وحوش دولة الذئاب والفسود كلها تجتمع الذئاب على الفريسة كلهم يتجمعون مو مثلنا احنا طرنا حتى مو مثل الوحوش ليش هيكي زين وإيران هسا كيفت إيران كيفت على هذا الحطو علاوي وكيفت على الفتنة زين والله لا يوفقهم ولا ينطيهم والله العظيم ما أعرف ما أعرف شنو الأقولة شنو الأقولة يا ربي بردا وسلاما على شبابنا يا أنتو يا أهل الصدر أهل أبرو غال اتقوا الله خافوا الله من كتل منعتكم بهاي الثورة من كتل واحد منكم إيش حققتوا شنو اللي يقول حققنا الكتل لي حد اليوم يا حققنا أشو منها قال حققنا منها شمرالهم واحد الله أكبر على رأسهم شكراً لكم شكراً ولك أفل مقتدى المجرم يأمر بنقل قيادات من سرايا الإجرام المتواجدين في سامراء إلى محافظات جنوب للتعامل مع المتظاهرين سيجن هذا الخنزير المجوسي إذا راحت منا رئاسي وزراء واحذروا منه ومن أتباعه الحاقدين أطردوه من ساحات الاعتصام تحياتي آنيتشلاب مروح أبو حمزة من ذيقار قضاء الفهود تحية لقناة الرافدين السلام عليكم هذا قطقط البلطجية مقتدى ويهددون المتظاهرين الأحرار أعتقد من النجف المقطع تحية إلى قناة الرافدين صوت عراق الحر أنا أبو علي من المحمودية تحية لك أخي أفلوى للثوار الرافضين لتكليف محمد توفيق علاوي مرفوض بأمر الشعب ليعلم ساسة عملية سياسية أنهم مرفوضون رفضاً قاطعاً لأنهم هم سبب ما يحدث من عام 2003 وللآن من فساد وقتل وقمع وجرائم وسرقات لذلك الخلاص من الأحزاب بأكملها هو المطلب المهم لنجاح ثورة تشرين ثورة الحق والقيم والعدل لن تذهب هدراً دماء شهداء تشرين الحق والقيم والعدل الشعب يريد إسقاط الأحزاب تحية لكادر قناة الرافدين والعاملين فيها ولهيئة علماء المسلمين وللأمين العام الدكتور مثنى حارث الضاري ولهذه القناة الناقلة لمجرياء ثورة تشرين الرسالة مختومة بمبروك للإمارات الرسالة أخرى من إيمان النشمي من النمسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألف سلام وشكر لقناتكم الراقية مقتدى شخص قمع وقاتل لا يصح له أن يقود ناس وأنه بهذه الأوصاف وبالإضافة إلى ذلك هو جاهل وغير مرغوب به وأرجو من الأبطال بمواصلة تظاهراتهم ضد هؤلاء الأجانب وأملنا بكم يا شجعان ولا تدعو هؤلاء الإيرانيين يسرقون ثورتكم وألف شكر لكم رسالة أخرى سلام عليكم سأبث لكم بعض المقاطعة أتمنى ظهروها على الشاشة أخي العزيز أي مقطع عدكم أكون أسفل الشاشة بشريط الأزرق رقم اللي نافذة يسمها أنت ترى ارسلوا أي فيديو عدكم وإن شاء الله يبث على الشاشة السلام عليكم وتحية لكادر قناة الرافدين يقول المثل السوري اللي ما له كبير ما له تدبير يعني إحنا إذا كبيرنا مقتدى المتلون صاحب الأقنعة فما تدبير الشعب حسبنا الله ونعم الوكيل أبو محمد من ولاية فرجينيا رسالة أخرى مقتدى الصدر صاحب تجلطة وحاليا بأكبر مستشفى بطهران حالة يرثى لها عند فقدان ذاكرة 13% المصدر موثوق أنا أبو رقيا النجفي وشكرا لكم وهذه المرافق سلام عليكم تحية لقناتكم الشريفة أنا على يقين أنه من قتل المتظاهرين هم أصحاب قبعات الزرق لأنه بعد القمع اللي فعله ضد المتظاهرين فلأن أصبح مقتدى مفضوح من قبل العراقيين بفعل التظاهرين فهذه مؤشر لعراقيين بكشف مقتدى ويدعي حزب خاسرين بأن قمع التظاهرات جاء بعد تكليف علاوي لرئاسة الوزراء فيجب قمعهم فهم يصرحون ذلك بالعلن فالانتخابات قادمة فسوف يرى مقتدى وخيرون كم هم صغار سامي من هولندا استاذ أفل السلام عليكم أنا أبو حاتم من الموصل تحية طيبة لك ولقناتكم المحترمة تحتاج إلى وقفة جادة من كل عراقيين بكل وسائل بدون استثناء وكنس كل حثالة الاحتلال من كل عراقيين عملاء مع رئس الأفعى أمريكا وهؤلاء أهل القبعات الزرق مع مقتدى إيران وهذا الوضع العراقي كفلين بوضع له حد وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لقناتكم الموقرة السلام عليكم أنا صباح العراقي من ألمانيا أصبح كل شيء واضح أنه مقتدى الصدر عميل إيراني لعنة الله عليه وعلى أتباعه رسالة أخرى السلام عليكم تحياتي لكم ولقناتكم الحرة الأصيلة وجميع العاملين فيها إن شاء الله الصدر وقطعانها الأغبياء يتصفون مثل سليماني بإذن الله وتطلع حوبة كل العراقيين الشرفاء والشهداء والله يقوي ويثبت الشباب العراقي الأصلاء وكل من تبعهم بالحق والنصر للعراق وأسود الرافدين يا رب العالمين واللعنة على الصدر وأتباعه المجرمين الفاسدين الذيول وشكرا لهفة من ألمانيا رسالة أخرى السلام عليكم الله يا أخوي ما تعرف شنو يريد والله دخنا قتلوا مجرمين يومية اسم جديد هس قبعات وهذا غضب من الله كارثة حقيقية أقدر من هذه الحكومة وأغبأ من هؤلاء السياسيين ما رأت عيني ولا سمعت أذني والمقال يطول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلا زحمة عرض صور ابني خلي العالم يشوف الإجرام ما له حكومة الفاسدة وداز صور ابن الشهيد حيدر علاوي العامري شهيد ساحة التحرير إن شاء الله أخي العزيز السلام عليكم إبراهيم أحمد الدليمي تحية لقناة الرافدين الرائعة شكرا لجهودكم رسالة أخرى السلام عليكم اللهم ثبت قلوبنا على دينك هذا كل سبب الحلبوسي واليوم عقل طبع كتب بالخارج بستين مليار دينار اللي هو تعيني على الشعب كان ذب استقاله وحل البرلمان بسبب هو مستفاد ويلعب على الحبلين أرجو إيصال صوتي لأخوة المتظاهرين حتى يعرفون حقيقة اللهم وتحياتي لقناة الرافدين البطلة أخوك أبو سلطان من بغداد سلام عليكم شهر الزات وياكم من كربلة لعد الوزير الجديد شنو دوره ما يثبت نفسه حاسب قبعات الزرق لو ما يقدر يحكي لي أن هو تابع المقتدى وإيران ماكو فرق بينه وبين عبد المهدي شباب تموت والله بهذلنا مقتدى ماكو أحد يرده ناصرية عاجل عبوة صوتية قرب فلكة الحضارات ولم تسجل أي حالة إصابة رسالة أخرى هو أبو سيد مقتدى ممات أدى هل رتل من الجكسارات لو رثهم من أبو كان عايش على راتب صدام عمد والله 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 ما يهدوها ذول أحفاد أمريكا أطلعهم مثل ما مفهوم الرسالة سلام عليكم قناة الرافدين عزيزة والله كل شعيب على المقتدى الصدر يغدر المتظاهرين وشكرا فاتم من ألمانيا السلام عليكم من قول غير حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم ظلم حق العراق شنو ذنب هاي الشباب الشهداء اللي راحت بسبب مقتدى لا ذم ولا ضمير مع الأسف إيراني مجرم بس إن شاء الله دعوات أمهات الشهداء تبين بيهم وإن شاء الله نصر للثوار تحياتي لك ولقناة الرافدين أم أمير من كربلاء حياة الله ورسالة أخيرة أقراها شكرا إذا صدق هذا الخبر حوبة الشباب اللي راحت وانقتلت أنا أم هيثم من عمان مشاهدين الكرام وقت البرنامج أدركني الشكر إلى كل من كتبنا الرسالة وإلى كل شخص كتب رسالة وما قدرت أقراها وهي كثيرة لسبب ضيق الوقت شكرا لكل من انتصل بينا نلتقي لكم على خير إن شاء الله نفس الموعد باشر في أمان الله اشتركوا في القناة